رغم أن البيت الأبيض أصدر بيان حول هذه الحادثة إلا أن هناك العديد من الملفات التي ينشغل بها البيت الأبيض إن كان الحرب الأوكرانية الروسية صراع البيت الأبيض مع الجمهوريين في الكونغرس بعض المشاكل الاقتصادية حتى وارتفاع الأسعار وخلافه إذن أين يأتي ملف القضية الفلسطينية الإسرائيلية في ظل كل هذه المشاغل التي تحيط بالرئيس الأمريكي يعني يبدو واضحا أن عام 2023 سيكون عاما للمشاكل والتحديات التي ستواجه دارة بايدن وملف حل الدولتين والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية ليس في مقدمة اهتمامات إدارة بايدن في ظل المشاكل الكبيرة التي واجهها سواء الحرب الروسية في أوكرانيا أو ملف إدارة الصراع والمنافسة مع الصين وأيضا ما يتعلق بالمشاكل الداخلية سواء المصائق الصرية التي عصر عليها أو التحقيقات والصراع الذي يريد الجمهوريون إصارة قلائل سواء في ملف هانتر بايدن في ملف تحقيقات مع رئيس بايدن نفسه حول أهزين وسائل وما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار وعديد من المشاكل حتى أن الرئيس بايدن هدد بالأمس باستخدام حق الفيتو في أي تحرقات يقوم بها الجمهوريون فيما يتعلق برفع صقف الدين وبالتالي ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني متأخر للغاية في أولويات إدارة الرئيس بايدن ولا تسعى الإدارة الأمريكية سواء الحفاظ على حالة الهدوء والضغط على الجانبين وبشكل أطبر على الجانب الفلسطيني والتلويح ببعض المساعدات المالية رغبة في إغراء السلطة الفلسطينية على التهدئة وهذا أمر سيكون مشكوك للغاية هناك مخاوف حتى لدى المنظمات اليهودية داخل الولايات المتحدة أنه سيكون هناك انتفاضة ثالثة إذا مستمرت سياسات إدارة نتنياهو في تصعيد ومحاولة استيلاء بشكل غير علني على أراضي داخل الضفة الغربية وعلى توسيع المستوطنات بشكل خفي وبشكل غير علني وبالتالي هناك أيضا نتنياهو يحاول مغازلة الإدارة الأمريكية باستغلال بدار بعصفورين بحجر واحد هو من جانب يحاول الضغط أنه لديه يمين قام بانتخابه وهو يسعى لإرضاء هذا اليمين المتطرف من خلال هذه التصريحات الاستفزازية ولديه أعضاء داخل الحكومة حكومته يقومون باستفزازات مستمرة مثل بين غفير واقتحام ساحة الأقصى وبالتالي يحاول الضغط على الإدارة الأمريكية للحصول على مزيد من المساعدات العسكرية والتحديث لقبة الحديدية والحصول على خطوط للتمويل العسكري من الولايات المتحدة وفي الجانب الآخر هو أيضا يضغط في ملف مواجهة أمريكية لإيران والطموحات الإيرانية وما يتعلق بوضع عراقيل على أي محاولات للتفاوض حول البرنامج أنه الإيراني فهو بالتالي يستغل هذا الموقف في إرضاء اليمين الذي انتخبه وفي التلويح بمخاطر داخل إسرائيل ومخاطر تخشى منها الإدارة الأمريكية أن تصور انتفاضة ثالثة بما يؤدي إلى انشغال كما حدث منذ عامين في مواجهات والصدامات بين حركة حماس والإسرائيلين ما تغبوا واشنطن وسيكون ذلك واضحا في زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين هو تهدئة الأوضاع إلى أقصى قدر ممكن موسيقى موسيقى